تونس البطل الأول الإمارات لمصلح الجماهيرو سوريا لتناسي أحزان المنديال وموريتانيا في مشاركة تاريخية أهلا بيكم في الحلقة التانية من المحيط إلى الخليج وجنون عصام الشوالي لو عملت سرش على يوتيوب بجملة جنون عصام الشوالي كم فيديو ممكن يطلع لك؟ ألف؟ ألفين؟ مئات الألاف؟ فيديوهات كتيرة بتحمل اسم عصام الشوالي عصام الشوالي ابن تونس اللي موجودة في المجموعة التانية من كاس العرب تونس دخل البطولة كمرشح بارز بسبب التاريخ القرى والكبير لمنتخب تونس وللأندية التونسية ما نقدرش أكيد ننسى نجوم كتيرة جدا قدمها منتخب تونس لكن زي ما تونس قدمت نجوم كتيرة جوه الملعب قدمت لنا نجوم جوه كابينة التعليق عصام الشوالي ورقوف خليف وقبلهم هشام الخالصي أثروا التعليق العربي بحاجات كتيرة جدا وذكريات عمرنا ما هننساها غيروا كتير من التعليق العربي اللي كان معتمد على المدارس المصرية والخالجية والشامية وقدموا نفسهم كمنافس قوي جدا للمدارس دي فبقينا بنشوف معلقين إحنا ممكن نسمعهم ونفتكر إنه هم عصام الشوالي أو رقوف خليف بسبب كمية العدد الكبير من المعلقين اللي بيقلدوهم ممكن تكون بتحب المدرسة التونسية في التعليق؟ أو لا؟ لولا اختلاف الأزواء لبارة السلع لكن في النهاية محدش فيه نغيقدر يختلف إن المدرسة التونسية أضافت للتعليق بسبب الرتم السريع لمعلقيها وبرضو استخدامهم بعض الألفاظ من اللغة الفرنسية وأحيانا من اللغة الأسبانية كل ده أكيد أثر على ذكرياتنا القروية على مدار العشرين سنة اللي فيه وزي ما تونس شهيرة بالمعلقين فالإمارات المنتخب التاني في المجموعة شهير بنجاحه الكبير في المراحل العمرية الأصغر فدائما منتخب الإمارات تلاقيه ناجح جدا على مستوى الشباب والناشئين قدر أنه يوصل ربع نهائي كاس العالم للشباب في 2003 و2009 وفي نفس السنة وصل لدور 16 من كاس العالم للناشئين السمعة دي جات من اهتمام الإمارات بقاعدة الناشئين والشباب عندهم بس ما تترجمتش النجاح على المنتخب الأول رغم أنه حقق بعض النجاحات اللي كانت أمل كبير للإماراتيين سنة 2007 فاز بكاس الخليج لأول مرة ووصل سيمي فاينال كاس أسيا سنة 2015 الناس كلها قالت بس كده منتخب الإمارات أكيد بيجني ثمار اللي عملوا على مدار السنين اللي فاتت لكن دايما فيه حاجة ناصة في منتخب الإمارات وصل فاينال كاس أسيا سنة 96 على أرضه لكن فرصة عدنان الطالياني ضد السعودية لسه لحد دلوقتي كابوس في زاكرة الإماراتيين بعد 25 سنة ونفس الكابوس ده كان موجود في كاس أسيا 2019 بخسارة كبيرة جدا من قطر بربعية علشان كده منتخب الإمارات بيدور على حاجة نقصة والحاجة دي ممكن يدور عليها في كاس العرب في 26 فبراير سنة 2013 وقعت كنبلة على أحد فنادق العاصمة دمشق علشان تتسبب في وفاة يوسف سليمان لعب فريق الوثبة السوري قبل مباراة لفريقه يوسف سليمان واحد من عشرات ألاف الضحايا اللي خسروا حياتهم في سوريا لكن هو أكيد بيعبر عن حال الكرة السورية اللي اتأثرت بالأحداث اللي بتحصل في سوريا وسط الدمار والخراب والتهجير اضطر منتخب سوريا إن هو يلعب مطشاطه في تصفيات كاس العالم 2018 في ماليزيا بعد ما رفضت عدد من الدول استضافة مطشاطه مش بس كده أزمات داخلية بيمر فيها منتخب سوريا زي إقاف عمر خربين السنة اللي فاتت منتخب سوريا داخل بطولة كاس العرب وهو عنده مشاكل كتيرة جداً ولكن من رحم المعاناة بتولد البطولة ولينا في العراق 2007 أكيد أكبر مثال وعشان نختم المجموعة التانية لازم أكيد نمر على شروق الكرة الموريتانية من عشر سنين شاب عنده 35 سنة قدر إن هو يفوز برئاسة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيا قال وقتها تصريح مهم جداً إن الخمول اللي بتعاني منه كرة القدم الموريتانية مش قدر محتوم لكنه واقع محتاج تغيير وكل مرض وأكيد له علاج وقدروا إنه يشارك في كاسة وامل أفريقية لأول مرة في مسرته ويشارك في كاسة العرب لتاني مرة منتخب موريتانيا ممكن يكون من المنتخبات الأقل حظاً في البطولة لكن الأكيد إن انت ماينفعش تستبعدهم تماماً من الترشيحات في ظل النهضة الكبيرة اللي عملها أحمد ولد يحيا وعلشان كده دي فرصة وإحنا بنختم الحلقة التانية من المحيط إلى الخليج إن هي تكون إهداء لأحمد ولد يحيا صاحب الإنجاز الكبير في كرة القدم الموريتانية ترجمة نانسي قنقر